كنت بتقولي في الفصل على أنه الملعب دوات الأهلي كسب عليه أكتر من المباراة إحنا لحد مبارح قبل المباراة مبارح أربع مباريات اه اتنين سوبر زي ما قالك زي ما قلت لحضراتك في بداية البرنامج وطبعا المصري كان وليد أزارو واحد صفر طبعا وعدين كمان بقى ماتشين في ماتشين توقع قوي 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 هم طبعا وديين بس ماتشين يعني مع فرق كبيرة يعني طبعا همه الإيطاري اه احنا لعبناهم في نفس الملعب السادها الزعب الزايد تسبنا أربعة ثلاثة كان محمد صلاح طبعا بلعب مع روما وكان لسه بقى وجاب جول في المباراة ديات المباراة دي يعني أنا فاكر أنا مش متأكد قوي اللي جاب له الهداف إنما كان في موقف أنا بننسوهش أبدا آآ وليد سليمان خرج في آخر المباراة آآ المباراة ديات وإسباليتي من هو خارج من الملعب هو يعني مركز معه جدا لحد ما خرج برا الملعب راح له نادره وسلم عليه بيشيت بيه بيشيت بيه جدا في المعجب بيه جدا وليد سليمان هو لك أحسن لعي في الفرق سبالت آآ سبالت طبعا أنا فاكر أنا سبالت مدرب روما وقت محمد صلاح والآن هو عمل عمل نتاج خرافية مع نابلي في دولة أبطال أوروبا في الدولة طالية وليد دراج مدرب كبير وليد الراجل اللي عايزك في روما بقى كمان أصل كان وليد طبعا وليد سنو يعني وقتها سنو برضو مش صغير يعني إنما وليد كان عمل مباراة كبيرة قوي إحنا كمان كنا عمل مباراة كبيرة قوي أنا فاكر أن مؤمن زكريت روما نجاب جول في المباراة دي يعني هذوقتي لو كان نسبلت طلب وليد سنواني يسيب العالي كنا عيوفه شاف برضو مباراة تانية كسبناها آيكس كان مباراة كبيرة برضو كسبناها واحد صفر كان في اعتزال حسام غالي صحيح وكان آيكس بلعب بكامل نجومه يعني كان وقتها طبعا ونانا وحارس مرموغة ونانا الحارس الروعية حارس الانتر دلوقتي وكان موجود بقى المدير الرياضي هناك احنا حتى قابلناه وقابلتو أنا يعني في الفندوق كنا عاديم مع بعض في نفس الفندوق كان فاندر سار طبعا طبعا حارس التاريخي المنشست هو أنت بالنسبة لك برضو كان حاجة عظيمة شخصية انت بقول لك إيه أنا بقى شريف إكرامي في الفندوق بيبصله وبيرفع يعني شريف إكرامي ما شاء الله يعني 193 بيبصله وبيرفع شريف اللي بيرفع كده عشان فندر سار طويل جدا ما شاء الله يعني طبعا فإحنا كنا طبعا يعني طبعا كجول عالمي طبعا حالس كبير حيث منتخب الولاند ده ومنشاست الساد هزاع ده أربع مباريات للنادي الأهلي اه انبالح بقى خمس مباريات للنادي الأهلي هاي الأهلي بيكسب فطبعا ده وش خير على الاهلي شكرا